أعزائي المشاهدين معكم دكتور محمد صلاح استشاري الباطني والجهاز الهضمي والكبد رح نحكي اليوم عن ما هو التهاب المعدة ورح نحكي كمان عن علاجه التهاب المعدة المعدة جدار يقوم بإفراز مواد حامضة وبنفس الوقت يقوم بإفراز مواد تقيه من هذا الحامض عند وجود خلل بالإفرازات التي تقوم بحماية هذا الجدار من الحامض المعدة يؤدي ذلك إلى وجود الالتهاب من الأسباب الرئيسية في بلادنا هو الجرثومة الحلزونية الجرثومة بدنا نعرف أن هذه الجرثومة فقط موجودة في المعدة لا تنتقل إلى خارج المعدة ولا تسبب إسهال كما يعتقد البعض بالإضافة لأن هذه الجرثومة تقوم ببعض الإفرازات التي تكسر هذا الحاجز المخاطي وبالتالي يتعرض هذا الجزء من الجدار المعدة لا حامض المعدة ويؤدي إلى تكوين التقرحات من الأسباب الأخرى لالتهابات المعدة طبعا التهابات الكيميائية يعني تعرض المعدة لمواد كيميائية تعرض المعدة لا حامض أو زي الارتداد المراري تعرض المعدة لبعض الأدوية التي تؤذيها مثل أدوية المسكنات أيضا التدخين والكحول من الأسباب التي تؤدي لالتهاب المعدة التهاب المعدة علاجه يكون العلاج بإزالة السبب الرئيسي ومساعدة المعدة بإخفاض إنتاج الحامض المعدة وبالتالي مساعدة هذه التقرحات على الالتئام بالإضافة للكشف المبكر عن هذه الجرثومة إن وجدت وعلاجها في بعض الأدوية المستخدمة التي تعمل كحاجز وقائي على المعدة تساعد أدوية المعدة كما يستسمى التي تقوم على إنقاص نسبة الحامض المفرزة من المعدة والوصول إلى البي اتش إلى الشكل المتوازن في المعدة ودمتم